حملة لنعطر حياتهم لتمكين الأشخاص ضوي الإعاقة في سوق العمل حملة لنعطر حياتهم تمكين الأشخاص ضوي الإعاقة في سوق العمل توظف 500 ألف شخص ليكونوا أعضاء مشمولين في المجتمع وفعالين ومنتجين لنعطر حياتهم نشاهد هذا الفيديو ونعود لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رح نتعرف أكثر على نعطر حياتهم عبر الأستاذ عبد الرحمن الخلف الممثل الإعلامي لمبادرة لنعطر حياتهم مرحبا أستاذ عبد الرحمن حلين أختنارون كيف حارك؟ لنعطر حياتهم اسم جميل لكن نبغى نعرف أكثر تفاصيلها لنعطر حياتهم هي مبادرة أطلقها فريق حلقة التغيير فريق حلقة التغيير هي مجموعة من الكفاعات السعودية لديهم وضائفهم قرروا أن يحدثوا التغيير من خلال استخدام مهاراتهم الوظيفية في التطوع طبعا بداية سجل تحت مضلة قانونية وهي لجنة التنمية في أحيال كورنيش فلدينا أكثر من تخصص مسؤولة الاجتماعية التسويق الاجتماعي تصميم المبادرات وكذلك التنمية المستدامة فبداية انطلقنا في هذه الحملة راجعنا أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين منها تمكين الأشخاص طويل إعاقة فهو هدف الفريق هو تحقيق أهداف رؤية أو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية فأخذنا هذا الهدف بالبداية فانطلقت الله أعطيه العائفة للأستاذة من العوافين اللي هي موجودة بالفيديو فأطلقت فيديو صامت ووجهت رسالة فبعدما وجهت الرسالة سواءنا أعلان في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر واطلقنا هذا الهاشتاغ من خلاله شاركوا معنا مجموعة من الفرق بما فيهم فريق أستيقاد أو الإعاقة الموجود في عنيزة اخترنا أحد الجمعيات اللي عندها أفضل ممارسة في توظيف الأشخاص من دولي عاقة فالتاجهة طلقت الله عائفة من الشرقية إلى محافظة عنيزة الجمعية عنيزة فدخلت إلى أحد الحاضينات التي تنتج عطور وكان المنتج صراحة مميز وفاخر من خلال هذا المنتج وصلنا رسالة للمجتمع وكذلك وصلنا رسالة للقطاع الخاص أنه نريد أن نعمل وفق حلقة حلقة التغيير هي مجموعة من نبحث عن التشارك المجتمعي كلنا لدينا مسؤوليات كذلك الشركات لديها مسؤولية اجتماعية من خلال هذه الحملة توصلتنا بعض العروض فالعروض أي عرض يوصلنا من خلال الشركات تقدمها الجمعية ديركتلي اللي هي الجمعية التي تعمل على توظيف على توظيف الإعاقة يعني أنتم مجرد أنكم حلقة توصل حلقة توصل طيب أي شيء التي تقدرون أنتم تقدمونا للجمعية عشان تقدر توظف نحن نقدم لهم المعلومة يعني نحاول أنه نعمل على مستوى المملكة ككل يعني على سبيل المثال هذه الجمعية جمعية النزل لديها مشروع مميز فممكن ننقل هذا المشروع لأكثر من مدينة وكذلك ممكن أنه يطور هذا المشروع ليصبح مصنع بالمستقبل بإذن الله من خلال مساهمة المجتمع مساهمة الشركات الجمعية طيب يعني هي توظفة لطوي الإعاقة كيف هل من خلال المشاريع هي تتبناها ولا تكون حلقة توصل بعض الشركات هي لديها مشروع منها حاضنة فعندها شراكات مجتمعية مع بعض الشركات الشركات تقوم بتوظيف الأشخاص من دوي الإعاقة لكن الحاضنة بسيطة نحن فكرنا أن نطور هذه الحاضنة من خلال الشركات وكذلك نحاول أن نجد لهم قنوات بيع خارج الجمعية طيب ذوي الإعاقة هل في تعريف أو حديد معين لمن ذوي الإعاقة عندكم أو هي مشمولة لكل ذوي الإعاقة هي مشمولة هذه الحملة كان هدف منها هو التمكين لأشخاص الذوي الإعاقة القادرين على العمل فكان عندهم نموذج رائع جدا هم يعملون برنامج تأهيل من ثم برنامج تمكين جمعية عنيزة جمعية عنيزة فكان الشباب الموجودين في الحاضنة كان منتجهم جميل جدا أخذنا المنتج جربنا فكان المنتج حتى أخذناه لبعض الفنادق فأحد الفنادق عجب الفكرة وطلب أن يعملون منه نموذج صغير بحيث أنه يكون في الفنادق يعني يعرضونا يعني يعرضونا ويعرضونا يشترونا من باب المسألة الاجتماعية ويقدمونا للعملاء جميل طيب تجربتكم فقط من خلال جمعية عنيزة ولا في عندكم جمعيات أخرى لا نحن نشوف الجمعيات التي لديها أفضل ممارسات وفق الأهداف الاستراتيجية التي رأيكم في عشرين ثلاثين طيب خطتكم القادمة مين خطتها القادمة طبعا الآن بعدما انطلقنا كل هدف نطلق حملة ونصمم حملة لمدة شهر كامل طبعا وصلتنا أكثر من اقتراح فنشوفنا الاختراحات جميعها ونشوفنا الأولوية الأولوية المفهضة أنه ننطلق لها وكذلك نحاول أنه نعمل الحلقة لأنه احنا ما نشتغل حالنا رحنا عملنا مع فريق تطوعي احنا موظفين أساسا فقدمنا ساعات تطوعية ونبحث عن فريق تطوعي ونبحث عن جمعية ونبحث عن القطاع الخاص نعمل هذه الحلقة كلها فمتى ما اكتملت الحلقة انطلقنا بإذن الله لحظة أنت تحتاج قطاع خاص ومتطوعين وذوي إعاقة ومي بعد وفريقنا فريق يعني ما شاء الله أنت محتاج تقريبا كل شرائح المجتمع هذا هدفنا الأساسي وهدفنا الأساسي هو التشارك المجتمعي نحن نبحث عن شراكات كلنا مسؤولون مثلثة التنمية القطاع الخاص القطاع الحكومي والقطاع الثالث لا يستطيع أن يقدم قطاعه كامل للخدمات لا بد أن نتحد جميل رح تنقلون التجربة هذه طبعا لمدن أخرى في المملكة بإذن الله تعالى وأي تجربة مميزة ممكن أن ننقلها كذلك للمناطقتنا نقدمنا عروض كثيرة نقدمنا مثلا عروض في التغذية نقدمنا مشاكل في التغذية نقدمنا مثلا في التوظيف في البطارة في تمكين المرأة فنحن نشوف أفضل ممارسات ونحاول أن نعمل عليها دراسة وننطلق يعني نقدر نقول أنه نعطر حياتهم وفق الإحتياج وفق رؤيتكم ممكن أن تتغير هي ليست فقط للعلاقة هذه أول مبادرة نطلقها من خلال الشراكات أطلقناها من مجموعة طبعا نحن نطلقنا على اساس ونحن نوصل الرسائل من خلال هذه الحملات يعني لا بد أن تكون تحت مطلة قارنية فنحن موظفين سجلنا تحت أحد اللجان فالتي هي لجنة التنمية في الكورنيش لأنه منال الله أعطيها العافية انطلقت من الشرقية بفيديو صامت نحاول من خلال الحملة نعدل سلوكيات لأنه عندما تقدم حملة للأشخاص ضوال إعاقة ممكن للفيديو الصامت تستطيع توصل رسالتك من خلاله طيب خطتكم أو جدولتكم في 2018 أكيد أنه عندكم خطة معينة أو أهداف معينة أو تواجد معينة أو نريد أن نعرف لو للسادة من المشاهدين إيش أهم أهدافكم في 2018 هو أهدافنا أنه نحن عندنا الآن مجموعة من المبادرات نشوف المبادرات وفق الإحتياج الحقيقي كيف تقصون الإحتياج الحقيقي؟ مثلا أنه نحن جينا مثلا عملنا دراسة أنه هذه المنطقة الآن فيها مشاكل مثلا في القيعد أو مشاكل والفريق جاهز نصمم الحملة وننطلق لا بد أن توفر التخصصات يعني مثلا لما نطلقنا في حملة التوظيف كان معنا أشخاص أساسا من التطوعين متخصص في ذوي الإعاقة في التربية الخاصة طيب في حملتكم في التوظيف كم وظفتوا؟ والله إحنا أطلقنا الحملة وأطلقنا الهاشتاك لحد الآن من انتهت الحملة فما أقدر أعطيكي معلومة لأنه في النهاية في قياس راح نشوف كم عدد الساعة التطوعية وكذلك كم عدد الوظائف اللي حققتها المبادرة ومن ثم اللي هو عدد الشراكات اللي نفذنا من خلال هذه المبادرة طيب هذا التقرير راح يصدر من بيننا والجمعية نحن وقعنا اتفاقية مع جمعية عنازة لتنفيذ ساعة التطوعية داخل الجمعية طيب هل يصير فيه تأهيل أو تدريب لذوي الإعاقة قبل التوظيف؟ تتكفلون في هذا الشيء؟ لا لا هذه الجمعية أريد هي اللي تأهل نحن مجرد أنه نحن عرضنا أفضل ممارسة لأنهم عندهم يوظفون الأشخاص من دول إعاقة وهدف رؤية المملكة وتوظيف الأشخاص من دول إعاقة دمجهم في سوق الأمم وواحدة هدف استراجية رؤية المملكة طيب بجهات حكومية تعملون مع مين؟ مين يساعدكم؟ أو تحتاجون مضلة مين في هذا العمل؟ والله نحن متطوعين نحن متطوعين نقدم نحن موظفين أساساً فنحن نحاول أنه كذلك نساهم في تدريب المتطوعين بعض الفرقة التطوعية نحاول ندخل معهم في شركات نطور معهم لأنه بالنهاية نبحث عن المبادرة التي لا تقدم خدمة فقط ولكن تترك إثر في النهاية كيف تجاوب القطاع الخاص معكم؟ رائعة جميل جميل يعني فيه ما شاء الله تبارك الرحمن فيه تجاوب لكن نتمنى المزيد يعني فيه تجاوب لكن ندخل فيه نحن موحنا لنتفاوط نحن نرسل لما جينا مثلا المقترح نرسل دايركتل على الجمعية فالجمعية هي من تتفاوط طيب يعني حكم خبرتك الآن مع ذوي الإعاقة والجمعيات والقطاع الخاص إن شاء الله خبرة ثرية أشي يحتاجون ذوي الإعاقة؟ والله يحتاجون الفرصة يحتاجون الفرصة يحتاجون أن البيئة تكون صديقة لهم يحتاجون كذلك برامج توظيف يعني إحنا شفنا في الجمعية كان ما شاء الله تبارك الرحمن منتج رائع جدا وإحنا ركزنا على فكرة على منتج العطورات لكن كان عندهم أكثر يعني في موجود حاضنة عطورات وتغليف تمور واكتشفنا أنه كذلك عندهم مروض فكان هو برنامج التمكين الوظيفي لجمعية العزاء الخدمات الإنسانية فكان رائع جدا طيب أشي يحتاجون ذوي الإعاقة من المجتمع؟ يحتاجون أنه تسألتني عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنا لا متخصص في ذوي الإعاقة أنا متخصص في التطوع لكن خلينا أقول لك أنه في اعتقادي شخصي أنهم يحتاجون أكثر بيئة صديقة يحتاجون أن نمكنهم في المجتمع يحتاجون أن نجد لهم فرص وظيفية أكثر المتطوعين كانوا عندكم من أي فئة؟ هل الذوي الإعاقة مثلاً اللي في نماذج كثيرة نشوفهم من ذوي الإعاقة إن شاء الله يعني وصلوا لمراحل كويسة في العمل هل هم موجودين معكم متطوعين؟ معنا مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من الطوعين بالفريق أعطيهم الصحة العافية أصحاب فكر دائماً موجهين كذلك يعني يساهمون في المبادرة فلهم أسهام بعض منهم بالعلاقات العامة منهم بالتخطيط منهم بتصميم المبادرة كذلك جميل ترى أن القطاع الخاص يعني أدى واجبة تجاه ذوي الإعاقة وبعطاءهم فرص توظيفية ولا لا؟ والله نحن نشوف أنه الفترة الأخيرة في توجه كثير لبرامج المسؤولة الاجتماعية فشفنا كثير من الشركات قدمت بعض البرامج لكن ما عندي ما عرفنا بالنسبة للأشخاص ضوي الإعاقة وغيره ولكن في برامج كثيرة من الشركات قدمتها للمسؤولة الاجتماعية أشكرك جزيلا شكر أستاذ عبد الرحمن خلف أتمنى أن كل التوفيق فأعمالكم الجميل الممثل الإعلامي بادرات ونعطر حياتهم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك